بالرغم من مرور عدة أيام على بدء المعركة البرية لم يستطع الاحتلال تحقيق أي إنجاز نوعي ووازن فالتقدم البري يسير أبطأ بكثير مما كان متوقعا الجهد الرئيسي للاحتلال يتركز في الجهتين الشرقية الشمالية والشمالية الغربية فقد تمكن الاحتلال أثناء هجومه الكبير في اليوم الأول من تثبيت إحدى النقاط على الحدود الشرقية للقطاع شرق جباليا خلال الأيام الأربعة الماضية حاول التقدم مرارا معتمدا على الإسناد المدفعي والجوي لتثبيت نقطة أخرى لكن كل محاولاته باءت بالفشل المحور الثاني الذي لا تقل معاركه ضراوة هو بيت حانون مصادر المقاومة تؤكد أن الاحتلال ورغم الاهتمام الشديد بفصل هذه المنطقة عن القطاع لم يستطع تحقيق أي تقدم فعلي ذي قيمة تعبوية وأن المقاومة تكبدته خسائر كبيرة كان آخرها اعطاب جرافة وآلية والإجهاز على قوة بشكل كامل كانت تتخصن في أحد المباني في بيت لاهيا ما زالت المقاومة تتصدى لقوات الاحتلال مانعة إياها من تثبيت أي نقطة عسكرية في حي الشيخ رضوان فالاحتلال يهدف إلى تثبيت عدد من النقاط والوصل فيما بينها لتصبح مقر قيادة ميدانية متقدما في عمق منطقة العمليات عدة أيام على بدء المعركة ولم يستطع سوى تثبيت نقطة واحدة فقط في حي العطاطرة في محور جحر الديك تستمر مجموعات المقاومة في التصدي البطولي مانعة قوات الاحتلال من إحراز تقدم في شارع صلاح الدين يهدف إلى فصل شمال غزة عن جنوبها